النهاردة هنتكلم عن الاستعدادات للمدارس بس خلوني قبل ما نتكلم عن استعدادات المدارس أحكي لكم شوية عن استعداداتنا إحنا للمدارس إحنا النهاردة نص سبتمبر أنا بجد بحب سبتمبر جدا عادة الحر بيكسر فيه بيبتدي الجو يبقى لطيف لكن أكتر سبب بيخليني بحب سبتمبر إن ده كان الوقت اللي بنستعد فيه للمدرسة إحنا كنا بنحب المدرسة وبنحب الرجوع للمدرسة وبنحب إجراءات الاستعداد للرجوع للمدرسة حننزل نشتري مريالة المدرسة ده وإحنا صغيرين في إعدادي وسنوي حنشتري الأمصان والجبات أو البنطلونات حنشتري الشنطة وكانت زمان شنطنا مش كده متدلعة بقى زي الشنط اليام دي أحمر واخدر وألوان لكن كانت شنطنا جلد بس كنا لما بنكبر ونخش إعدادي وسنوي كانت الشنطة بتتقلب كده ونبقى حسين ونرص فيها الكتب كده والكراريس عايز أقول لكم سر إحنا كنا لما بنشتري جزمة المدرسة اللي هي جزمة جلد سودة طبعا مش لميع ولازم تبقى جزمة قوية عشان تستحملنا طول السنة وإحنا بنلعب في الحوش وبنشوت الطوب وبنجري الجزمة دي بتنام في حضننا ليلة أول يوم مدرسة زي جزمة العيد بالزبط ومريالة المدرسة في قلبنا وإحساسنا زي هدوم العيد بالزبط المدرسة بهجة إحنا هنروح ونقابل صحابنا وحنستلم الكتب الجديدة وإيه للك كتب الجديدة ورحتها كان لليها ريحة كده بتحسسنا بالحيوية بالفرحة وهنقابل صحابنا واحتمال السنة دي نغير الفصل ولما نغير الفصل هتخش لنا قبلة جديدة ما كانش اسمها مثلسة إحنا جيل المدارس الحكومية وكان جيلنا العيل الخايب اللي يجبر أهله يخش مدرسة خاصة أو ياخد مجموعة إحنا في مدارسنا كان المدرسين بتوعنا مهمين قوي في ابتدائي كان عندي أبلة فاطمة كانت معانا أولى وتانية وتالتة وربعة كانت مدرسة الفصل بتقدم كل المواد أبلة فاطمة بتحبنا زي ولادها وأكتر أبلة فاطمة بتسأل علينا أبلة فاطمة تبص كده تقولك إنتي مش نايمة كويس أبلة فاطمة تقول وإنتي نازلة الفصحة تاكلي السندويتش اللي ماما عملهولك لهاشتكيكي الماما في الإعداد دي كان عندي مدرسة اسمها أبلة خديجة كانت بتقدم لي دراسات أبلة خديجة كانت ستة كده أنيقة إحنا كنا في مدرسة حكومة كانت ستة أنيقة ومعتدة بروحة وبجد حببتني في المرأة العاملة الستة اللي بتنزل الصبح وبتيجي وبتحبنا زي ولادها وبتبزل معانا مجهود ولو لقت واحدة بتعايت تاخدها على جنب أما في سنوي بقى فكان عندي أستاذ عظيم أستاذ لغة عربية اسمه الأستاذ محمود زحلان أستاذ محمود زحلان هو اللي حببنا في القراية وفي موضوعات التعبير وفي الكتابة كل رواية بكتبها لما كبرت وسبت السنوي بسنين بفتكر الأستاذ محمود زحلان المدارس كانت ومزالت بهجة المدارس كانت ومزالت حيوية مش هقول بقى في المدارس كنا بنخش الكشافة والزهرات وبنخش فريق الموسيقى ونتعلم اكسليفون وأكورديون وي 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 المدارس بهجة دي حكايتي وحكاية جيلي حكايت كنتو إي عندي يعني شغف شديد أقرأ حكاياتكم على برنامجنا تعليقاتكم تقولوا لنا حكاياتكم إيه مع المدرسة وكتوا بتاكلوا سندوتشات ولا بتخلصوا منها وكتوا بتحل الواجب ولا بتتزنبوا وكتوا في فريق الكشافة ولا فريق الموسيقى ولا بتلعبوا فولي المدارس كان زمان عندنا أغنية بنقول فيها يا مدارس يا مدارس مدرستنا حلوة خالص